بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاه من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرس ما لكم من دونه من ودي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يأرج إليه في أوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهاية العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم أجعل مسله من سلالك من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأغصار والأفتدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل أتوفاكم ملك الموت الذي يبتل بكم ثم إلى ربكم ترجعون لكم ونفخ فيه من ربهم ولو ترى إذر المجرون ماكثوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أغصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هدى ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم ها فإنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخرد بما كنتم تعملون إنما يؤلم بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجا وسبحوا بحق ربهم وهم لا يستكبرون تتجافأ جنوبهم من المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخصي لهم من قوة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستعون أما الذين آمنوا وعنوا الصالحات فلهم جنات المأوال أعين جزنا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم مار كلما أرادوا أن يخرجوا من ذا أعين أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أعلم لمن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه واجعلناه هدى البني إسرائيل واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا ينقلون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون ينسون في مساكنهم إن في ذلك لا آيات أفلا يسمعون أولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه ألعانهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفعوا الذين كفروا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر